الرفة بقى البطاينية الرفة البطاينية دي بقى حتنقلنا لنقلة تانية خالص اللي هو الموت المفاجئ دي خطر جدا دي كلنا دلوقتي يعني بنسمع طبعا بنسمع عنها الحالات دي فعلا بقيت أكثر مش عايز أقول أكثر انتشارة لكن بقينا نسمع عنها كتير نتيجة يعني وسائل التواصل بقيت منتشرة فبقينا نعرف الرياضي الفلاني الفنان الفلاني وهكذا والناس العاديين طب الموت المفاجئ بيحصل لأي سن ممكن أطفال ممكن شباب ممكن كبار في السن سواء كان عنده مرض أصلا في القلب ولم يكتشف أو لم يتم أو هو كان عارف أنه عنده مرض يعني ممكن هو أصلا مريض شريان تاجي ممكن فجأة هو نايم يجي له زبزبق بطاينية أو الأخطر بقى أنه ما يكونش عنده أصلا مرض أو مش عارف أنه عنده مرض زي الرياضي مثلا كان بلعب ماتش كورة وفجأة قلبه توقف وهل ممكن إحنا نتنبأ بيها دكتور سنة هو بالظفت كده إزاي أنه نكتشفها قبل ما تحدث لأن حدوثها طبعا بيبقى متأخر قوي طب غالبا زي ما قلت لحضرتك في الأغلب الأحيان أنه احنا أي واحد داخل يلعب الرياضة لازم بنعمل سكرينينج لما في ذلك أنا عايز أقول لحضرتك برضو تساؤل لأنه برضو فيه اتجاه كبير قوي من الشباب وأحيانا زي ما بنقول متوسطي العمر أنهما بيروحوا صالات الرياضة اللي هي الجيم فبنسمع عن حاجات كده بتحصل في الجيم فهل لازم برضو إجراء مثلا فحص طبي قبل ما الواحد ينتظم في الجيم أبسط حاجة احنا مش بنقول مثلا أسطرة لا طبعا احنا بنقول رسم قلب أيوة بنقول موجات صوتية للقلب ولو شكين في حاجة أكتر أو عايزة أكتر بنعمل رسم قلب بالمجهود العادي اللي هو بيجري على السر انت حتروح تلعب الرياضة فأول رياضة تعملها لازم تجري على السر قدام طبيب بيسجلك رسم القلب صحيح لو دول طبيعي يبقى هو والموجات الصوتية يبقى ما فيش مشكلة يبقى حنلعب الرياضة بتاعتنا ونمارس الرياضة بجميع أنواحها ما فيش مشكلة لكن لو محتاج بقى لو دول بيينوا أي حاجة ممكن أكمل بقى نصعد بقى في مسائل التشخيص ممكن نعمل بقى مسح زر رانين مغناطيسي أشعة مقطعية وهكذا لكن مجرد سكرينج هو رسم قلب عادي وموجات صوتية ورسم قلب مجهود لأي واحد حيبتدي يلعب الرياضة عادي طب لما بتحصل يعني لا قدر الله الرفة أو الزبزبة البطينية دي اللي هي الخطيرة أو الموت المفاجئ زي ما حدا قلت التعامل معها هيكون إزاي دكتور يعني إيه وسيلة التعامل معها الحقيقة لأن الدول والهيئات الصحية بتدري أن تنتبه للموضوع ده فبقى فيه دلوقتي يعني فيه تكنيكات جديدة أو تقنيات جديدة بتدينا نستخدمها زي الـ AED اللي هي الـ Automatic External Defibrillator ده بقى موجود في المطارات موجود في الاستدات اللي محتمل فيها يبقى فيه تجمعات كبيرة من الناس ومع الـ Stress تعرف في المطار وبيجري وعايز يلحق الطيارة ومواعيد وشايفين لقوا أن فيه نسبة الإصابة بالموت المفاجئ ممكن تحصل في المطار فبقى دلوقتي المطارات الكبيرة واحنا في مصر الحمد لله احنا كان فيه لجنة قريب أنا شرفت أن أنا كن أحد أعضاءها بيفكروا أنهم يشتروا الـ AED ويحطوه في المطارات ومحطات المترو ومحطات القطر في المتشاط الكورة معارض الكبيرة معارض الكتابة والآخر ده بيبقى جهاز بيتعلق على الحيطة في مكان متشاف الناس كلها شايفاه وهنس حصل حدث زي كده بيبقى فيه متطوع مش بالضرورة أنه هو يكون تضرب لأن الجهاز معمول على أنه أي واحد ممكن يستخدمه بيفتح الجهاز ده وبيوصله بالمريض اللي هو فقد الوعي ونايم على الأرض دلوقتي في حالة موت مفاجئ وفي خلال المفروض ثلاثة أربعة دقايق بيكون تم إعطاءه صدمة كهربائية الجهاز ده على الفكرة بيتكلم وبيدي الإرشادات آه يعني هو الجهاز اللي بيقول لنا نعمل إيه وهو اللي بيقرأ إذا كان عنده زبزبة وزينية يعني مش مطلوب زبزبة بطينية بطينية أسف ولا لأ يعني هو اللي يقول آه دي زبزبة أنا شايف كجهاز ونسبة الخطأ فيه معدومة آه أنا شايف يعني لما بيتوصل بالمريض بيقرأ هو بيقرأ هو اللي كدوس فأنت بتدوس على الزر هو الزر واحد اللي هو الصدمات الكهربائية دي اللي كنا بنشوفها في المشاهد حتى السينمائية في اللي هي المرضى دوله بس بيبقى بطريقة أبسط بقى أبسط آه مش محتاج دراسة ومش محتاج تدريب ده يبقى ده يعني ده تطور كبير برضو ان احنا نعمله في مصر هو دي الوسيلة الوحيدة ان انت يتم إنقاذ الموت وده شفناها بقى في الرياضيين لان كل دقيقة بتعدي القلب ممكن ما يرجعش بالزبط بس لما بيحصل الاستخدام الصحيح للجهاز ده القلب ممكن يرجع القلب بيرجع وشوفنا ايركسون رجع ولعب كرة تاني محترف آه آه واخد بالك لان دي بتبقى زبزبة وزي بوطاينية وقتية وانس انها رجعت بنشوف سببها كان ايه لو فيه سبب يتعالج ما بترجعش تاني ان شاء الله